موسيقى وتأهبوا والكلام للذهبي وتأهبوا لقصد بغداد وكاتبوا صاحب الموصل وكاتبوا صاحب الموصل لؤلؤ في تهيئة الإقامات والسلاح فأخذ يكاتب الخليفة سرا ويهيئ لهم الآلات والإقامات وكان الوزير هو الكل وكان لا يوصل مكاتبات صاحب الموصل ولا غيره لا يوصل مكاتبات صاحب الموصل ولا غيره إلى الخليفة وإن وصلت سرا إلى الخليفة أطلع عليها ابن العلقمي ورد الأمر إليه أقول خرافات ألف ليلة وليلة تبرير طبعا كما قلنا النزاع النفسي واضح أقول خرافات ألف ليلة وليلة تبرير خيانة صاحب الموصل لؤلؤ بإدعاء أنه كان يكاتب الخليفة سرا أذى أليف أي سرية يتحدث عنها الذهبي فمنذ أكثر من أربعين عاما وخطر المغول وغزوهم للبلاد الإسلامية مستمر وقد نعى ابن الأثير الإسلام والمسلمين منذ ذاك التاريخ وتهديدات هولاكو لم تتوقف تجاه الخلافة والخليفة في بغداد ويلازمها ردود الخليفة التافهة السفيهة التي أزمت الوضع وزادته سوءة وخطرة وجعلت هولاكو يتنمر ويصر على التحرك بنفسه إلى بغداد وإزالة الخلافة والتنكيل بالخليفة وإذلاله بأقصاص وره ولا ننسى هجوم المغول على بغداد قبل أعوام وهزيمتهم على أيدي جند الخليفة نفسه ولا ننسى وفود الخليفة الذليلة الكثيرة ومحاولة استرضاء هولاكو وثني عزمه عن التحرك إلى بغداد وتنفيذ تهديداته فهل يوجد عاقل بعد كل ذلك يقول بأن ابن العلقمي قد أخفى رسائل لؤلؤ التحذيرية بأن هولاكو يتوجه إلى بغداد وهل عيون الخلافة وعيون استخبارات مماليكه قادة العسكر وأمراء البلد كلها قد خفي عنها تحرك هولاكو حتى يحتاج إلى أن يحذرهم لؤلؤ لا يوجد تفسير لذلك إلا إذا قلنا بأن الخليفة والخلافة والأمراء والقادة والعسكر والشعب كله كان في سكر شديد وتحت تأثير الحشيشة والمخدرات ولكل الأوقات ولسنين طوال لا يعلمون بما يحصل ويدور حولهم وفيما بينهم يكمل الذهبي وكان الوزير هو الكل وكان لا يوصل مكاتبا صاحب الموصل ولا غيره إلى الخليفة وإن وصل سرا إلى الخليفة أطلع الخليفة عليها ابن العلقمي ورد الأمر إليه إذن الخليفة يطلع ابن العلقمي على الكتب السرية ويترك الأمر لابن العلقمي باتخاذ القرار وكان تاج الدين ابن صلايا نائب أربل أي نائب أربيل نائب أربل يحذر الخليفة ويحرك عزمه والخليفة لا يتحرك ولا يستيقظ فلما تحقق حركة التتار نحوه سير إليهم من الذي سير الخليفة ولما تحقق الخليفة حركة التتار نحوه سير إليهم شرف الدين ابن محي الدين ابن الجوزي رسولا يعدهم بأموال عظيمة ثم سير مئة رجل إلى الدربند يكونون فيه ويطالعون الأخبار فمضوا فلم يطلع لهم خبر لأن الأكراد الذين هناك دلوا التتار عليهم فقتلوهم أجمعين فيما قيل التفاته لم نفهم ماذا يريد التيمية فهل أن الخليفة إن وصله شيئا حوله إلى ابن العلقمي لاتخاذ القرار فكل ما حصله كان بفعل ابن العلقمي وتخويل الخليفة له أو أن الخليفة كان لا يتحرك ولا يستيقظ يعني لا يوجد أي تخويل لابن العلقمي ولا أي تحويل له في أمر من الأمور هنا يتأكد الغباء والجهل وفراغ العقل فبالرغم من كل المحاولات الفارغة الخرافية في اتهام ابن العلقمي وتحميله كل ما حصل فإذا بالنتيجة واحدة وكلها تعود إلى ابن العلقمي ورأيه وقراره لأن كل شيء يصل للخليفة فإنه يحوله إلى ابن العلقمي بالرغم مما عليه ابن العلقمي من تهم بالعمالة والخيانة وبالرغم مما على ابن العلقمي من شواهد وإثباتات بالعمالة والخيانة العظمى فعلى هذا هل يوجد أسفه من هذا الخليفة ولي الأمر أمير المؤمنين وهل يوجد أتفه وأخف عقلا ممن يحمل ابن العلقمي كل ما حصل